بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما قسبت ولكم ما قسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن كبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل ممن ينقلب على عكبي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليديع إيمانكم إن الله بالناس لروف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك كبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الهرام وهيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الهق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا كبلتك وما أنت بتابع كبلتهم وما بعدهم بتابع كبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليقتمون الهق وهم يعلمون الهق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للهق من ربك وما الله بغافل أينما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما أقولتم فولوا وجوهكم شطرا لألا يكون للناس عليكم هجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمة عليكم ولعلكم تهتدون ترجمة نانسي قنقر